مكة المكرمة مثل المدينة المنورة شهدت حالات تيهان في صفوف حجاجين الميامين فالحرم المكي لهم داخل كثيرة نحن نسجل بمعدل من 20 إلى 25 تائه يوميا خاصة في الأيام الأخيرة هذه في العدد الإجمالي حوالي 120 تائه رجال الحماية المدنية يصطفون عند مخارج الحرم حاملين العالم الوطني وبزيهم المتميز حتى يتسنى للحجيج التعرف عليهم نحن قمنا بتوزيع الأعضاء التعناع على جميع المواقع على مستوى الحرم الشريف ونقوم بإحصاء الحجاج التائهين وبالتنسيق مع جميع أعضاء البيعة الجزائرية نقوم بإرجاع هؤلاء الحجاج إلى ورفهم على مستوى فناديقهم سالمين غانمين ومع اقتراب ما يعرف بفترة الذروة التي تصادف يوم الحج الأكبر وتواجد جميع الحجاج الجزائريين بمكة وضعت البعتة الجزائرية خطة من أجل مراقبة الحجاج الجزائريين بمركز إرشاد التائهين بشارع أجياد وقفت الشرق نيوز على حالة تائه منذ قدومه إلى مكة وما عسر المهمة على أعضاء البحثة عدم حمل الحاج المذكور لأي وثيقة ولا حتى صورة التي تحمل بيانته كبر السن وعدم الالتزام بارتداء الأسور أدى إلى ارتفاع حالة التيهان لدى حججنا للميامين من مركز توجيه وإرشاد الحجاج بمكة المكرمة مبعوث الشرق نيوز شفيق بن شعبا